اهلا بحضراتكم لما نتكلم عن صناعة السيارات فنحن نتكلم عن واحدة من الصناعات الثقيلة الحيوية اللي بتسهم بشكل كبير جدا في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل في السياق ده بتنظر الحكومة لتوطين صناعة السيارات كفرصة استثمارية استراتيجية هدفها هو تعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وتحديدا ونحن نتكلم عن التحول للأخضر وده طبعا من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات الهمة والمتنوعها والمتنوعها أبرزها تصنيع السيارات الكهربائية والاستغناء تماما عن السيارات اللي بتعمل بالبنزين والديزل هتكون بداية 2035 هي مرحلة التوجه إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية حتى عام 2050 على مستوى العالم وعلى المستوى المحلي تم بالفعل البدء في التوجه لهذه الصناعة المهمة وده من خلال توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص وبالفعل بنجد أن مصر بتاخد خطوات واسعة جدا في هذه الصناعة السقيلة صناعة سيارات الكهربائية وتوجهات من القيادة السياسية تحديدا سنة 2023 بالتوجه لتوطين صناعة السيارات الكهربائية من خلال إنشاء المجلس الأعلى للسيارات عن صناعة وتوطين صناعة السيارات في مصر عموما بنفتح نقاشنا النهاردة في فقرتنا الرئاسية في التاسعة مع اللواء حسن حسين مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات سيادت لواء أهلا بحضرك معنا يا فندم منوارنا في التاسعة أهلا بحضرك أهلا بحضرك بداية كده أهمية التوجه لمسألة صناعة السيارات في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستثمار إحنا ما بنيجي نتكلم على صناعة السيارات بنتكلم على صناعة استراتيجية يعني إيه صناعة استراتيجية مش كلمة كده استراتيجية معناها أن هي بتلبي المطالب التحرك والانتقالات والتجارة الداخلية يعني بالنسبة للحياة المدنية وقضاء الأعمال في نفس الوقت هي مهمة جدا للناحية العسكرية لما بنقول أن أنت بتمتلك قبل ما نتكلم أنا آسف للمقاطرة حضرتك في بداية الحديث لكن احنا هنطلع لفاصل قصير مشاهدين ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات التاسعة أهلا بكم مشاهدين أنا بعتذر لحضراتكم على الفاصل المفاجئ وبعتذر لحضرك طبعا ضيفي الكريم لكن خلال الحلقة كنا بنتكلم عن مسألة النصب على التجار من خلال بعض المستوردين من خلال منشورات منشورة على الفيس بوكو وسائل التواصل الاجتماعي بتوفير أطنان بأسعار خيالية لكن وزارة الداخلية مباشرة تتعاملت مع الأمر وهناك بيان عاجل من وزارة الداخلية لكشف ملبسات ما تم تدوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي في سبوك بشأن قيام صاحب الحساب بنشر إعلان وهمي للترويج لبيع أطنان من السكر بمقابل مادي محدد بالفحص وده بيان وفقا لبيان الداخلية بالفحص تم تحديد وضبط صاحب الحساب المشور إليه وهو عاطل ومقيم بمحافظة قنى سبق اتهامه في ست قضايا ومحكوم عليه في خمس قضايا أخرى ولم يستدل على حياسته لأي كميات من السكر أو أي مواد تمونية وبمنقشته قرر قيامه بنشر إعلان وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين طبعا تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وده بيؤكد تماما أن ما فيش حاجة بعيدة عن دين وزارة الداخلية ده البيان منشور أمام حضراتكم والتفاعل السريع مع مثل هذه الحسابات الوهمية اللي بتضل المستهلكين والتجار في ظل أزمة بيستغلها التجار تجار الأزمات اللي احنا دايما كنا بنتكلم عليه ونرجع لفقرتنا الرئيسية وبنتكلم على صناعة السيارات الكهربية وتحديدا كانت كلامنا مع سيادة اللواء برحبها لك مرة تانية ونبتكلم عن فكرة صناعة السيارات وتأثيرها على الاقتصاد وتحفيز الاستثمار تفضل فهم احنا بنقول ان صناعة السيارات صناعة سراتيجية لاست فقط في قضاء الاعمال وانجاز التجارة الداخلية والقيام بالحياة العامة داخل مصر ولكن هي ايضا صناعة سراتيجية لان تصنيع السيارة هو ايضا استخدام للسيارات العسكرية ولما بنقول ان احنا بنمتلك مزارع للقمح بتكفي السهلاكنا الداخلي يعني معنا كده ان ممكن يكون في الازمات او في وقت الحروب الدول بتحاول يكون عندها اكتفاق ذاتي من السلع للسراتيجية لان اذا اعتبرنا نفس المثال بالنسبة للسيارة ان انت بتنتج سيارتك في الداخل فمعنا كده ان انت بيبع عندك قدرة على انتاج السيارات اللازمة للاستخدام المدني وللاستخدام العسكري صناعة السيارات اولا بتحد من نزيف العملة الصعبة التي تستخدم فيه الاستيراد السيارات من الخارج صناعة السيارات صناعة كسيفة العمالة كسيفة العمالة معناها انها بتشغل فرص عمل كتير صناعة السيارات في نفس الوقت بتقدم الى خزينة الدولة المليارات من حصيلة الجمارك والضرائب والرسوم القائم عليها قطاعات السيارات سواء صناعة السيارات او تجارة السيارات فهي احد الموارد الهامة جدا لخزينة الدولة لدعم الاقتصاد احنا لنا سابقة في تصنيع السيارات مصر كمصر كان عندنا شركة النصر للسيارات مين قال ان احنا حاليا بنصنع سيارات اصل ان احنا بتهم في الموضوع من زماعة يعني لو حضرتك عايز تكلم عن تاريخ صناعة السيارات او تسلسلها فمصر لا هو بس الفكرة ان احنا الموضوع مش جديد على مصر انه تبدأ في تصنيع السيارات احنا موجود عندنا اسر الموضوع احنا موجود حاليا صناعة سيارات في مصر كلمة توطين الصناعة نفسها يا سي ole هل أنا في بعض الناس بيلتبس عليها الأمر أو في المعنى ما بين التصنيع وما بين التوطين الصناعة نفسها هل التصنيع فيه ناس تقولك التصنيع بيقف إن لو أنا جمعت سيارة هنا في مصر يبقى أنا اسمي صنعتها ميدين إيجيبت مثلا صنعة في مصر لكن توطين نفسه بقى حشر على سرطة كلها التالية إحنا لما بنقول الصناعة السيارات تجميع صناعة السيارات المصنع سواء في مصر أو في العالم أجمع عبارة عن مكان لتجميع مكونات السيارات هذه المكونات قد تأتي مستوردة من الخارج وقد تكون صناعة محلية لما بنقول إن إحنا عايزين توطين الصناعة معناها حاجتين إن أنا أتملك مستلزمات تلك الصناعة من الخبرة والتكنولوجيا والنهاء للتصنيع والناس العمالة الهندسية والفنية المدربة عليها هو ده كلمة توطين الصناعة علاوة على إن أنا أمتلك الإبتكار القدرة على الإبتكار والتصنيع المحلي والأهم من ذلك كله هو زيادة نسبة المكون المحلي يعني إيه؟ يعني أنا عند القانون في مصر بيلزم إن لو السيارة صناعة داخل مصر وبيعة داخل مصر أن تكون مكوناتها المحلية على الأقل 45% بالنسبة للسيارة الصالون أو الملاك الزغيرة و60% بالنسبة للسيارات التجارية السيارات التجارية لها نقل ونقل 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 فده قانون صحيح النسب دي مختلف عليها وده قصة تانية أيها إذا كلام تاني لكن على الأقل إن فيه نسبة مكون محلي موجودة يبقى أنا بأفضل إن أنا بدل ما أقول إن أنا عايز أصنع سيارة مصرية مية في المية وعايز بقول توطين الصناعة معناه أن أنا أزود نسبة المكون المحلي يبقى المطلوب تصنيع سيارة في مصر نسبة المكون المحلي أعلى مما هي عليه الآن متزايدة سيد رئيس أشار لذلك في أحد الاجتماعات الأخيرة لما قال أنا يعني إن نلاحظ إن كل المكونات التي تصنعها مصانع السيارات في مصر المصنع ده بيعمل نفس المكونات نفس المكونات وكان بيأمل أو بيوجه إن إحنا ننتج مكونات جديدة هو ده الصح أيه هو ده الصح ما نستنسخش من المكونات الموجودة خلاص لا هو مش بس استنسخ هو يعني أنا بنت يعني مثلا فرضنا بعمل الكرسي والزجاج ومجموعة التبريد ومجموعة التكييف لا فيه مكونات أخرى داخل السيارة تبتدي تعمل صناعة جديدة ابتدي فرص عمالة جديدة أوطى للصناعة هي كلمة توطين الصناعة إن أنا يكون عندي صناعات مغزية متعددة لتغزية صناعة السيارات العنصر البشري عندنا في مصر مهيئ للخطوة ده مؤكد مؤكد عندنا عمالة مهيرة بالعكس إحنا العمالة عندنا مهيرة هو وبمجرد ما بتيجي تكنولوجيا جديدة أو سيارة جديدة عمال ومهندسين المصانع بياخدوا تدريب عليها سواء تدريب داخل مصر أو تدريب خارج مصر بيستوعبوا كل الكلام ده بيكونوا على درجة عالية من الحرفية خلي بال حضرتك في عندنا ميزة في مصر إن العامل عندنا بيفكر بزكاءه في الإصلاح والابتكار والتعديل العامل برة هو بيشيل ويركب يشيل مجموعة يحط مجموعة العامل المصري عامل محترف وعنده خبرة الإجراءات بقى اللي خدتها الدولة في مسألة توطين صناعة السيارات تحديداً بصفة عامة أقصد وصيارات الكهربية بواجه خاص إيه الإجراءات اللي تم اتخاذها وحضرتك يعني رئيس تنفيذي سابق لاراتة مصنع السيارات فأكيد عندك فكرة أكيد عن كل الخطوات اللي تم اتخاذها في هذا الإطار أولاً الدولة بتدعم صناعة السيارات أساساً القوانين المصرية في الجمارك بتفرق تفرق كبيرة بتدعم مكونات الإنتاج المستوردة بأنها بتاخد عليها جمارك بمتوسط 6% تقريباً خلافاً للسيارات الكاملة المستوردة اللي بتاخد عليها جمارك إما 40% حسب الساعة أو 130% أو أو ففيه فرق كبير يعني الدولة بتدعم المكونات بتقلق جمارك على المكونات التي تدخل في صناعة السيارات الدولة بتدي مستلزمات الإنتاج والمعدات جمارك 2% بس يعني تقريباً صفر برضو بالنسبة لمستلزمات الصناعة لكننا ماشينا على الطريق أصود ماشينا على الطريق السليم اللي انجزنا في مسألة توطن الصناعة بشكل لأنه هو مثلاً العالم كله بتتاج من 2035 إلى 2050 هيكون الإنتاج كله انت بتكلم على السيارات الكهربائية أنا آسف طبعاً لأن الوقت بيضاهمنا لأنه هنضطر لنبيت تاني البيانات الداخلية فسريعاً كده إحنا إن شاء الله هنخطو خطوات في مسألة التحول الأخضر اللي هي صناعة السيارات الكهربائية عن قريب لأ أنت بحرك دم قلت التحول الأخضر يبدأ لازم تتكلم على حاجتين على التحول للسيارات بالغاز يعني مبادرة إحلال الغاز اللي اتعملت ده يعتبر نوع من التحول الأخضر وفي نوع من التحول الأخضر الكامل اللي هو التوجه لاستخدام السيارات الكهربائية إحنا لحد الوقت ما عندناش صناعة سيارات كهربائية لكن بنأمل والدولة خادت اتجاهات لتشجيع ودعم استخدام وصناعة السيارات الكهربائية يعني خلت الجمارك صفرية على السيارات خلت الجمارك على محطات الشحنة ومعداتها 2% عافت من ضريبة الترخيص عافت السيارات الكهربائية من ضريبة الترخيص فالدولة بتدعم استخدام وتصنيع السيارات الكهربائية إنما ده موضوع عايز وقت أطول من متحمين بالضبط حضرتك أنا بعتزل حضرتك جدا وبشكر حضرتك طبعا في النهاية في نهاية فقرتنا الرئيسية سيادة اللواء حسين مصطفى رئيس التنفيذي السابق حضرتك مصنع السيارات نورتنا ولكن اللواء كان داية جدا لكن على وعد إن شاء الله من حضرتك بلقاء آخر نتكلم فيه باستفادة عن السيارات الكهربائية والتحول الأخضر ده قصة تانية خالص ومحتاج وقت أنا بشكر حضرتك جدا سيادة اللواء حسين مصطفى رئيس التنفيذي السابق لربطة مصنع السيارات مشاهدين هنعيد على حضرتكم بيان الداخلية فيما تعلق بمسألة النصب على التجار والمستوردين من خلال ما تم نشره على بعض صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تدوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن قيام صاحب الحساب بنشر إعلان وهمي للترويج لبيع أطنان من السكر بمقابل مادي محدد بالفحص تم تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه وهو عاطل ومقيم بمحافظة قنى في صعيد مصر وسبق اتهامه في ست قضايا ومحكوم عليه في خمس قضايا أخرى ولم يستدل على حيازاته لأي كميات من السكر أو أي مواد تنمونية أخرى وبمنقشته قرر قيامه بنشر الإعلان الوهمي ده بقصد النصب والاحتيال على المواطنين طبعا تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق في مشهد للتاريخ لاعب إسرائيلي يفوز بالمركز الثالث في بطولة العالم للكراتيه في سلوفينيا فيرفع علم الاحتلال ليفاجأ بأن صاحبي المركز الأول والتاني مصريان الجنسية ويرفع علم فلسطين ليخزياه هو وكيانه بركتما أيها البطلان ورحم الله من ربكما أيها الأبطال المصريين العظام ودي آخر حاجة بنختم بها حلقة النهاردة وتحية للأبطال دي وتحية لكل أهلنا في فلسطين كده انتهت حلقتنا من التاسعة النهاردة مشاهدينا نسيب حضراتكم على ألف خير والسلام عليكم